الحمد لله على كل حال يا جماعة الخير عليكم دايما بتوخي الحذر بالطرق السريعة من الأسياخ الموجودة بالطريق الله يا رجال بشرح لكم اللي صار معي تاوي الماشي على سرعة 140 على طريق حاية القسيم السريع داشت لي على الصيخ شايفين كيف شوفوا تاوي داخل الصيخ من تحت السيارة مع علم هذا قوي مره يعني شق البدي من تحت ودخل بالمرتبة التحتية وشق المرتبة الهذه وطلع من ورد هاري الحمد لله على كل حال الحمد لله لي الله نجاني وعليكم الحذر دائما دائما بطرق السريعة والله يوقينا ويا الحمد لله على كل حال يا جماعة الخير عليكم دائما بتوخي الحذر بالطرق السريعة من الأسياخ الموجودة بالطريق الله يا رجال بشرح لكم اللي صار معي تاوي الماشي على سرعة 140 على طريق حاية القسيم السريع داشت لي على الصيخ شايفين كيف داخل الصيخ من تحت السيارة مع علم هذا قوي مره يعني شق البدي من تحت ودخل بالمرتبة التحتية وشق المرتبة الهذه وطلع من ورد هاري الحمد لله على كل حال الحمد لله لي الله نجاني وعليكم الحذر دائما دائما بطرق السريعة والله يقين ويا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة